السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله هنشارك معكم الزميطة البلدية كلها واحدة يسميها هي في صراحة وصفة اللي زوينة بزاف 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 اللي ممكن تاخدوها في الصحور ممكن إلا بغتي تزادي في الوزن أو تنقصي في الوزن أو مزيانا رياضيين كذلك قد تعطي طاقة النار كامل مهم على حسب الاستعمال ديالك ان شاء الله في الفيديو هنشارك معكم كيفاش ممكن تستعملها بالنسبة الاولى للمقادر هنا عندي واحد نص كيلو ديال الحمص هو مخلط حمص وعدس وفول كلهم اعطوني نص كيلو بيتهم مرقدين ليلة كاملة ومن بعد كتديريهم في الفران على 140 درجة حتى كينشفوه وكيتحمصو كيولي كتسمعي بحل كيتقلاو في الفران كتسمعي واحد الصوت فكتولي التخذي الحمصة كتبركي على هكذا كتجي كتولي مقرمشا كتت يعني حتي تقرمشوه مزيان عاد كتتحنيو كيوليو على شكل دقيق هنا عندي هنيا هادي كتسمع البنطق او الزميتا كل واحد كي يسمياه هي الشعير كيكون على باقي سبولة وكي يحمصوه وكي تحنو كيضروا معاه الملح ممكن تديري غير دقيق الشعير لابغيتي وهنا عندي ميتين وخمسين جرام ديال حنتا السوداء او السغازان اللي تهو مرقد واحد الساعتين ومحمص في الفران يعني ميتين وخمسين جرام وهنا عندي انس كيلو خمسمية جرام ديال حبوب الدخن او 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 اللي با الفرنسية حتى هما مرقدين على الاقل واحد تلات سواع او او اربعة ومحمصين في الفران حتى كولي اللون ديالهم دهابي احنا عندي خمسمية جرام ديال واحد النوع ديال الدقيق اللي كي يقولوا ليه بطخ ولكن ره ممكن تري اي نوع توفر عندك يعني ممكن دير الدقيق القمح الصلب او تستغنى عليه يعني مش ضروري في الوصفة احتى هوا مرقد او محمص في الفران خمسمية جرام اللي ممكن استغناء عنه هنا عندي واحد ميتين وخمسين جرام ديال السنجلان اللي احتى هوا محمص مغسول او محمص في الفران وهنا عندي اللوز تهوا محمص في الفران نسكيله اللي ماشي ضروري تاو ممكن استغناء عنه وهنا عندي واحد ميتين جرام ديال الخروب استعملتوا المنافع دياله فتا هو انا كنزول لي غير ذك العلفة دياله باش يتتحليه بسهولة في الروبو لان ذك العلفة متتتحنش هنا عندي ام الزعتر وفليو ام واحد العشبة مشتليه اسمية ديالها مشتليه العشبة مهم العشوب تديروا هنا هذي الحريقة الحريقة اللي ممكن تديروا هذي سبيغولين بالنسبة الاعشاب ديروا الاعشاب اللي توفرت عندكم هنا عندي مية جرام ديال زريعة ديال القرعة وهذه الزريعة ديال الكحلة هي مية جرام اللي تاهم محمصين في الفران هنا عندي واحد ملعقة ونصفة ديال النافع و ديال حبة حلاوة و النافع تاهم ملعقة ونصف ملعقة ونصف كبارين والملحة تابعت الحال وهنا عندي القرفة جوج معالق كبار عامرين وهنا عندي معالقة كبيرة ديال الحلبة وهنا عندي هاد تاهم ماء مزيانين بزاف تزيدهم في الوصفة فيهم الحديد فيهم بزاف ديال المنافع كيف تحشه هي مهم غدا نبدأ نطحن كل مكوين ونضيفوه نطحن كل مكوين هادي كتكون على شكل غبرة تنديروها مالحة كل واحد كيكي سميها احنا كنقولو لها الزميطة البلدية هادي ستكون مخلطة ونضيفوه نطحن كل حبوب نغسلوه كل شي بكريمة كنت لك الرقاد ونغسلوه كل شي ونحمصوه كل شي ونضيفوه نطحنوه كامل هادشي اللي كنا كنديروه هادي كنت كنعطيها انا للدراري غير اليوم درتها انا بلا زرعة الكتان لان زرعة الكتان مشي مزيان للدراري فما ما بغيتش نغن دير زرعة الكتان بوحدها فمشي مزيان واحد يأكل منها بستاف بالنسبة الهنية جمعت المكونات لفاز الزيت هنا غدا نطحنوا بوحدهم وما تبقرها تحنت كل حاجة بوحدها اللوز اللي تحنته هو بوحده كان نطحنوه كل شي على شكل غبرة يعني ما كان نطحنوش على شكل بالنسبة للإيلان بالنسبة للعشوبرة ممكن تدرو فيها تيميجا ممكن تدرو فيها الحريقة فليو الزعتر المانتة هي اللي نقول لكم قبيلة ما تزوينا بزاف ممكن تدرو حتى نعناع العبدي غير هي ما تكتروش باش ما تجيكمش مجهده بزاف كيلي كيكتر فيها العشوب وتجي مجهده بزاف داك شي باش انا لاحظتوا اني قدرت غير شوية وما كترتش بزاف ديال العشوب حيث حصلنا نحنا كان حاولونا ناخدوهم على شكل تيزعن غيري انا ما تنديرش بزاف كيف قلت ليكم رش حال ما رقلتها في الفيديوهات رتندير عمعي القاة صغيرة مع اي طروديا لما وماشي كل نهار نفس العشبة يعني كان حاولونا نبدل هنا بما اننا غنى اخدوها كل نهار ان شاء الله في السحور فعما بغيتش نكتر بزاف العشوب لا يجب انك تحضر النافع وحبت حلاوة درتين مع القاة ونص لانه ماشي مزيين ياخدوها الدراري يعني لا تديروش كمية كبيرة يعني راه مع القاة ونص ريالله كل واحد غدي تجي فيه غير شوية توقمشي مش مشكل يعني ما عدش تكون عندها حتى تأثير ااااااااااااااااااااااااااااااا مازال نساء ليس لفوق منا 40 عام فيقدروا يتناولوا هاتشي يعني اخي يكون بحلمة النافع كيف تشاهدون الكروية غير نسيتها كنت بغى ندير منافع دياله وخاق لالين غير نسيتها في الصراحة بالنسبة للحريقة كل شيء يشربها مرة 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 دائماً كنديرها مع النعناع كنديرها مع نعناع الفول فولي اللي هو المنتبوا فغي كنديرها معك حاجة اللي كيبغيو الماضاق ديالها باش هكدا غير كنخبع لان الماضاق ديالها كيجيو مومايا بحل بحل راكي يكلو ربيع خضار ولا كتعجبوه مش فباش كل شي كي هذا كيف قلت لكم كننسمها دائماً كنسمها غير هي الشرطة دياله شوبر ممكن استعملوهم غير هي ماشي ماشي بكاترة وماشي كل نهار نفس العشبة نحاولو نبدلو ونولفول وليدت صغارين غير هي نخفو ليهم يعني بحل كيف قد لكم لادرتي معلقة في إطرو ما ديش كون مجادة بززاف وما نخلي واش تلق حتى تولي ما نفوتش ثلاثة سوال العشبة يلا درنا مشروب فصافي يعني ساعة من بعد ساعة صافي لا داعي ان انا نكون سوميه موهم بالنسبة نتقاو في الزميته ديالنا دبق انا غدا نخلط كل شي ومن بعد ان شاء الله غدا نعود نتحن كل شي هنا بغيت نوريكم بالنسبة اللي بغيت زاد في الوزن كيدير شوية دية زيت البلدية شوية الزيت البلدية وكيدير عسيله وكيدير هنا تزي من هاد الزميته هادي وكيديري هكا تقدري تاخذيهم مع الصحور دابه ومع الفطور يعني كتب دايبهم على الريق هم اللولين ولا تاكلهم مع التمر لما عندكش العسل الحر ديري التمر ما تديريش العسل الاخر هنا را كيف شطورا يعود تحنتهم كاملين هاد المكونات هذي اللي بغيت تزادي اللي بغيت تزادي في الوزن بالنسبة اللي بغي ينقس في الوزن فغدت تاخدها مالحة هاد يعني ما تديريش لا حلاوة لا تمر لا سكار لا عسل اه وتاخدها بالنسبة اللي بغي يتزادي في الوزن طبع الالكي تزادي بطريقة صحية ما تاخدوش داك شي ديال لحسا وادارة كاي اللي كيدير فيها هذا كلي كيدير فيها شي شو بخاطرين وكلي كيدير فيها حتى ديك النوتيل لا اه ضل بالم الاحسن ديروش حاجة وجدوها على راسكم واخد ديري في الحاجة شهر وانتي كتووجدي فيها مهم ما تعرفي راسك شنو وجدتي اه المهم ولا راكينين كينين اللي كيدير داك شي بيدامي يا راكينين باش ما نضموش كل شي اه بالنسبة الى موكي الى بالنسبة الرياضيين اللي بغوي يتزادي ومزيين انا هاد الوجبة دي واجدتها الولدي درت اوملت ديال البيض بلدي ودرت معاها رشيس ديك زميتها من الفوق ودرت زيت زيتون غدا نعطي هيكلها بلا خبز اه بلا خبز اه بلا خبز اه ها هكدا بلا خبز فهنا بالنسبة الى رياضي وبغيتو اه يتميس كلام زيان فقديروا لي هاد الوجبة وكتجيزوينه حتى الصحور يعني كلها في الصحور تفكروني عارف ترامي يجيكم لجوع الوالو ان شاء الله انا بصراحة هاد العام تشجعت وجدتها لان اولدي عنده امتيحانات ان شاء الله غير في الولدي الى رمضان فلذلك انا تشجعت وجدتها باش ان شاء الله نبقى نوجدها ليه معا نصيبها ليه هاكدا مع البيض انا هاكدا غنصيبها ليه ان شاء الله مع الفطور مع الصحوري ان شاء الله ان شاء الله نكون فتكم في الفيديو هذا و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله